يا أهلا بحضر لكم حلقة جديدة من رقم 10 النهاردة متضيقين مستقين زعلنين من أداء منتخبنا الوطني في مباراة المنتخب النجيري كل حاجة النهاردة كانت سيئة سيئة قوي سيئة لدرجة أنك مش قادر تلاقي نقطة إيجابية تتكلم عنها تمتخيلين؟ يعني أنا مثلا من مدرسة أنه طب تعالى نبص على الإيجابيات مش كلها سلبيات النهاردة سلبيات وأكتر سلبيات وأكتر طيب واحدة واحدة كده بداية لما قلنا كيروش مدرب كبير ومدرب محترم ده طبعا عشان هو اسم كبير واسمه محترم تاريخيا ولو سبيه رائع جدا لما قلنا نساند وندعم كيروش في المباريات السابقة قلنا ندعم كيروش حتى لو قدم أداء مش جيد أو حط لعبين مش في مركزهم أو أصر على لعبين أو استبعد لعبين مهمين قلنا المدير الفني وهو حر قلنا الكلام ده ليه عشان ده وجبنا كلنا اتجاه المدير الفني المنتخب مصري بعيدا عن اسمه مش مباراة أنت تكسبها أو أنا أخسرها أو العكس مش لازم تقول أنا شايف من أول يوم أني كيروش ساي وانتوا كنتوا بتقولوا أنه كويس الكصة مش كده الكصة أن احنا بندعم مدير مدير المدير في أي مكان في العالم في أي شغل أنا في الدنيا محتاج وقت ومحتاج فرصة عشان يحقق المطلوب منه عشان يطبق أفكاره ده اللي عملنا مع كيروش الفترة اللي فاتت قلنا تصفيات كاس العالم سهلة أهو جرب فيها شوية حاجات قلنا بطولة عربية ودية ومكسمنهاش مش مشكلة أهو بيجرب شوية حاجات قلنا كل ده ليه عشان لما نيجي نلعب كاس الأمم الأفريقية أو مطشين تصفيات كاس العالم نشوف منتخب كبير ومحترم اللي حصل النهاردة إن احنا كنا أقل من منتخبات كتير جدا لعبة مباراة حتى الآن في كاس الأمم منتخب مصر لما ينزل مباراة حتى لو ما كسبش فيها وده اللي قلت لك قبل كده احنا مش لازم نكسب احنا منلعب منتخبات كبيرة برضو بس على الأقل نلعب بأداء كويس على الأقل ما يبقاش فيه تأليف مبالغ فيه تأليف مبالغ فيه أنا أفهم زي بيب جورديولا كده في مانشستر سيتي ومع أي فريق إيه يقولك إيه الأوفر كوتشنج اللي هو قرر يبالغ أو يأفور في طريقة لعب أو تشكيل معين في مباراة حسيمة فالناس تنتقد بيب جورديولا رائع جدا ده ليه؟ عشان ألف في حاجة بس حتى هو بيألف بتبقى شايف وفاهم التأليفة النهاردة فيه تأليف انت مش فاهمه انت مش فاهمه كل حاجة النهاردة فيها تأليف أولا قولي كده سبب يخلي تريزيجيه يلعب رقم 8 ناحية اليمين أنا كنت متفاهم تلعب بتريزيجيه ناحية رقم 8 وسط ملعب يعني ناحية الشمال عشان يشتغل مع مرموش ويشتغل مع فتوح انت كنت عارف حالة تريزيجيه عشان كده دعمنا قلنا لا يلعب تريزيجيه ما فيش مشكلة ده ما هو المدرب وشايف الحالة وده تشكيل هتكلم عنه لحضراتكم مع حضراتكم قدام حضراتكم هو قلنا تريزيجيه يلعب نص الملعب ويلعب المباراة من بدايتها لو جاهز مية في المية واكيد المدرب عارف انه هو جاهز مية في المية احنا اولا ما لقناش تريزيجيه النهاردة جاهز مية في المية لعبوا ناحية اليمين ما لعبوش ناحية الشمال تمام ادي تأليفة تأليفة اخرى اصلا انا هسيب لكم التأليفة الكبرى في الاخر اصلا محمد النني هو اللاعب اللي بيلعب رقم 6 اللي بيلعب يعني انتوا عارفين هو بيلعب 3 في النص في واحد المفروض ورا اللي قريب من الاربع مدافعين وفي اتنين قدامهم قلنا حمد فاتح هيبقى اليمين وتريزيجيه على الشمال ووراهم محمد النني رقم 6 مركزه يعني في وسط الملعب ده ما حصلش لعب النني ناحية الشمال وبالتالي النني كان في كثير من الاوقات في الشوت الاول تحديدا تلاقوه رايح يلعب كجناح وده طبعا مش دور النني ولا يعرف يعمله تريزيجيه ما كانش موجود حمد فاتحي كان قريب جدا من المدافعين وما كانش مسيطر على وسط الملعب مع محمد النني وتريزيجيه فحصلت لغبطة في وسط الملعب قدام وسط ملعب قو جدا عندهم لعب اسمه اندي دي اللي بيلعب في ليستر سيتي منتخب النجيري لعب قو جدا ده الجانب طبعا اللعبي يعني سيموني النهاردة كان الأحسن لعب في المباراة باقي اللعبين كلهم كانوا مميزين في المنتخب النجيري عنده تشكيلة رائعة أساسية واحتراطية زي ما قلت لكم قبل كده التأليفة الكبرة الكبرة اللي ملهاش أي منطق في العالم انك تلعب مصطفى محمد جناح ومحمد صلاح مهاجم طيب همشي معك واحدة واحدة محمد صلاح مهاجم ساعات كان بيعملها يورجان كروب في نهاية المباراة كان بيلاعب مهاجم تاني كان مش مهاجم لوحده يلاعبوا جنب في المينيو ولعبوا جنب جوتا ويلاعبوا واحدة عن ناحية اليمين يعني ممكن يلاعبوا في الحتة دي المهاجم رقم تسعة في بعض الأحيان من المباراة لو الأمور متعزمة وعايز يدخل مهاجمين أو لعبين أكثر هجوما لكن تبدأ المباراة محمد صلاح مهاجم ومصطفى محمد جناح أيمن بتاع ايه وليه وإزاي وفين أولا لا مصطفى محمد هيعرف يلاعب جناح أيمن وعندك محمد صلاح أفضل جناح أيمن في العالم أفضل لعب في العالم أصلا وهو في مركز الجناح الأيمن ما عملتش كده ليه التأليف يعني لو مصطفى محمد قاعد مكانه في مركزه ومحمد صلاح في مركزه هيقولوا أصل المدرب ده ما بيعرفش يفكر هيقولوا أصل المدرب ده ما بيعرفش يدرب هيقولوا أصل المدرب ده مش سكر مش جميل هي قصة مش تأليفه والسلام مش لازم أجود عشان أقول لنا مدرب كبير مفيش حد بيعمل كده يعني مفيش حد مثلا في العالم هيروح مثلا يجيب ميسي يلعبه مساك أو يلعبه مثلا باك رايت مفيش حد يعمل كده عشان يعني يبقى المدرب جامد مفيش حد مثلا هيجيب كريسيون نالدو ويلعبوا جناح عيمن يلعبوا جناح عيسر أو مهاجم مفهومة يعني مفيش حد بيعمل كده مفيش مش هتلاعب من بابي مثلا في وسط الملعب التأليف ما يبقاش مبالغ فيه ما يبقاش مبالغ فيه لما عملتها مع محمد شريف قلنا هو محمد شريف أصلا كان بدأ جناحه ومنفعش فيها برضه بس قلنا ماشي يمكنه هو شايف إنه محمد شريف جناح عشان هو كان بدأ أصلا في الكورة جناح فممكن يلعبها ونعديها لكن ليه مستفى محمد جناح أولا خسرت مستفى محمد تماماً في المباراة خسرت محمد صلاح تماماً في المباراة طيب جينا الشوت التاني منا ممكن أغلط الشوت الأول وارد كل المدربين ممكن يغلطوا يعني أصلاح الله بقى الشوت التاني رح نزل زيزو يا فراج الله هيلعب بقى بجناح والدنيا فيها حركة ناحية اليمين اسحب بقى مستفى محمد اللي زيزو أفضل جناح في الدور المصري بيدي عرضيات للمهاجمين رح سحب المهاجم اللي كان هياخد العرضيات بتاع زيزو زيزو في الشوت الثاني عمل ستة عرضيات من أصل عشر المنتخب مصري في المباراة ستة ستة عرضيات في تلت ساعة بلا لاعب يستقبل هذه العرضيات إزاي يعني؟ ليه؟ وبعد كده يطلع كيروش بعد المباراة يقول لك أصلا أنا مش لاقي سبب للشكل الوحش النهاردة لا أنت السبب لا أنت السبب والنهاردة نسأل ليه ما خدتش محمد مجدي أفشي؟ ليه وانت بتلعب النهاردة بتنير رقم ستة اتنين وسط ملعب مدافعين طريق النني وحمدي فتحي في الشوت الثاني لا كان طريق حمدي هيبقى مهمة بقى ما أنت عايز واحد يقطع كرات مش عايز واحد أصلا إحنا كنا برضو بندي مباراة لك أصلا هو عايز اللعيب اللي بيعرف يباصي اللي بيعرف يبني اللعب اللي بيعرف يعمل مش عارف إيه ما هذا ما حصلش ما خلتوش يحصل إنت من حمدي فتحي والني إنت النهاردة خلتنا منشوفش لعب وحش في الملعب النهاردة تحملت المسئولية كلها إنت السبب في المستوى اللي أقدم بيه تريزي جيه المباراة النهاردة إنت السبب في خليت صلاح النهاردة أكتر لاعب في الثنين وعشرين لاعب يفقد الكرات محمد صلاح أفضل لاعب في العالم إنت السبب اللي خليت مستوب محمد مايزهرش وبعدين مرموش حلو ان انت اللي طلعت مرموش وسقفنا وشكرنا وقلنا الله على كيروش ويا سلام على كيروش ده ازاي كابتن شاوي غريب ولا كابتن حسين البدري ما كانوش بياخده عمر مرموش بس هل يعني عشان هو رهانك المفهود يلعب طول الوقت بمستوى كويس او مستوى ليل هل النهاردة عبدالله السعيد ما كانش لازم يبقى لي دور ده انت واضح جدا ان انت ما كانش عندك ولا لعب يعرف يمسك الكرة في الملعب يا سيدي مشينا وراك فاربعة تلاتة تلاتة ما بتلعبش بصانع ألعاب ما مشيتش غير غير لان نهاردة كمية حرقة الدم ده الواحد بفرج على المباراة النهاردة مش مصدق نفسه مش مصدق نفسه يعني كل الحاجات المنطقية النهاردة كيروش وكأنه بيقول ايه انتوا شايفين ده منطقي طاب والله ما عامل انتوا شايفين ده الصح طاب والله ما عامل غلط الشكل ده غلط وفيه حاجة كمان بالمناسبة يعني لما بنيجي نختار المنتخب يعني بيننا وبين بعض يعني خيالنا يعني بيودينا نختار المنتخب اللي ان شاء الله القرعة وقعنا معاه في تصفات كاس العالم كلنا قلنا مين قلنا لأ مش عايزين تلاتة منتخبات بتوع شمال أفريقيا اللي هم الجزائر تونس المغرب مش عايزين طبعا المنتخب السنغالي يا رب نوع قدام المنتخب الناجيري انتوا شفتوا منتخب الناجيري عمل معنا النهاردة المنتخب الناجيري النهاردة غايب عنه أهم ثلاث لعبين في المنتخب أهم ثلاث لعبين في المنتخب ده عندهم لعب أسمن ده بتاع نابولي المهاجم بتاع نابولي ينهر سود ينهر سود لو كان بيلعب النهاردة حاجة ترعب كوة بدنية وسرعة ومهارة حاجة مرعبة ما جايش الحمد لله تخيل بقى لما يبقى منتخب الناجيري كامل وباللعب على ملعبه ايه اللي ممكن يحصل فينا يعني المفروض على الورق المنتخب الناجيري هو أقل منتخب في الخمسة اللي ممكن نلعبهم في تصفيات كاس العالم تصفيات كاس العالم اللي كروش كل شوية يقول لنا أنا جاي عشانها طيب بقى مرت ايه نبقى متطمانين على تصفيات كاس العالم بقى مرت ايه ده شكلنا وحش قوي منتخلتنا يا أخي منخاف نلعب غنيا بيساوة للسودان تمتخيل منتخب مصر وبعدين فيه وقت من الأوقات كلنا كنا بنقول لأ أصل كواليتي اللعيبة في مصر ما تخليش أي مدرب ينجح لا أنا آسف اللي عنده محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجي والنني وحجازي والشناوي والوينش وفتوح وأكرم توفيه ربنا يشفيه ربه اللي عنده تشكيلة زي دي لا ما ينفعش بقى نقعد نقول لأصل كواليتي اللعيبة مش كويسة وبعدين كروش استلم المنتخب منتخب مصر ومحمد شريف أفضل مهاجم في مصر وقفشة أفضل صنع العاب وطريق حامد أفضل لعب وسط وزيزه أفضل جناح في الدولة المصري كل دول مش موجودين في المنتخب كل دول مش قاسيين في المنتخب يا إما اللي منهم برا خالص يا إما منهم اللي مش موجود أساسي طب هدي مشكلتي ولا مشكلتك أنا بقولي الكلام ده وإنت ما سمعتوش مني ولا مرة قبل كده ليه؟ لازم ندع أنا ممكن أكون مش شايف حاجة وكنت دايما أقولك كده أنت مش المدرب هو عنده حاجة في دماغه وعايز يحققها ويطبقها صح؟ مشيت وراك الطريق كله وعد تسقف واتنطط وطبل وهيص وكل اللي أنت عايز تقوله تمام؟ نيجي بقى في المطشاط الكبيرة المطشاط المهمة اللي المفروض اللي أنت عملته ده كله نلاقيه بقى النتائج إجابية منه في المطشاط الرسمية دي ما شفتش وبالتالي أتكلم وأنا قلت لكم قبل كده إحنا ما نتكلمش إلا ما نلعب ونشوف نلعب مباراة رسمية كبيرة ساعتها نتكلم دلوقتي وقت الكلام وهي بالمناسبة مش مباراة زي ما قلت لكم في الأول هي مش مباراة بيني وبينك مش أنا قلت كيروش كويس وأنت قلت كيروش وحش فأنت كده اللي كسبت وأنا اللي خسرت لأ إحنا النهاردة كلنا خسرانين بكرة ممكن كلنا نبقى كسبانين يا رب يعني الكلام النرفزة والعصبية دي ده طبيعة عشان إحنا بنحب بلدنا وبنحب منتخب بلدنا ما نحبش نشوفه بالمنظر ده بس إن شاء الله بكرة نكسب إن شاء الله نسعر على المجموعة إن شاء الله يا رب نكسب حتى كس الأمم بإذن الله فيش حاجة تطمن لده ممكن يبقى أحلام وخيل والله أعلم يمكن يحصل تطور في الأداء بس مش مكسب وخسارة مش أنت تقولي وحش أنا أقولك حلو فأنت تقولي شوفت أنا تلعت صح فأبكر يبقى حلو فأقولك شوفت أنا تلعت صح هي كسة مش كده كسة مدرب لمنتخب مصر ندعم ونساند لحد ما نشوف النتيجة النتيجة للأسف النهاردة كانت نتيجة سيئة للغاية كل حاجة النهاردة وحشة بصراحة كل حاجة النهاردة وحشة وحشة مش قادر يعني مش قادر أشوف حاجة باية